السلام عليكم وحمد الله وبركاته. السلام عليكم في كل مكان. سهلا بكم. معكم كابتن حسان في كينجي شيف. اه ده الفيديو التاني بتاعنا. اتمنى يا جماعة لسا مش تشترك في القناة. اشترك في القناة. افحاجزوا الجاس فعلا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا من انها كل جديد. مش تشتركوا اللايك. وبشكركم جدا على الدعم بتاعكم. وبشكركم على التعاليات اللي بتكتبوها. وابدي بحييكم تحية من القلب على التفاعل بتاعكم. وان شاء الله متابعين بعض دايما. احنا قولنا احنا اول نزلنا الجزء الاول ازاي نحدد محتوى. نتكلم فيه. الجزء التاني بتاعنا. الوقت احنا نتكلم فيه. ازاي ان احنا نجيب الاربع تلاف ساعة مشاهدة. وازاي ان احنا نجيب الالف مشترك. اي حق بيتالي قناة جماعة بيتعب جدا جدا جدا. انا ابتدأت القناة الاول وستها مرتين. يعني حتى تبوش والتريق عندي بريق من الفين اه واثناشة اليميل. بس انا بدأت اشتراع القناة من الفين وطمانتاشة. ولسه الحمد الله لسه مصدش لحاجة. ايه في ناس بتابعين بتصدقش ان فيه ارباح على اليوتيوب. فيه ارباح كده على اليوتيوب. والحمد الله بدأ يجي لارباح بس ارباح خافية خالص. بس احنا ما بنزلع شجرة. لو بنجي يعني بنقطف اول سمرة منها اول سنة. ما هنقطفش سمرة بتطلح سمرة واثنين. وبعد كده السنة اللي بعدها بتطرح خمسة او عشرة السنة اللي بعدها بتطرح عشرين خمسة وعشرين. السنة اللي بعدها بتطرح خمسين. السنة اللي بعدها بتطرح مية. هي كده. احنا بنحاول ان احنا دايما اليوتيوب بتاعنا. والشغل بتاعنا على قناة اليوتيوب ان احنا بناخد في الاول هيتعب جدا عشان تجيب مشترك واثنين وثلاثة او اربعة وعشان يجب المشتركين اللي هوت بيتعب جدا يمجد تاني ولان اليوتيوب دايما بيحزب المشتركين اللي ما بيتفعلوش كل مشتركين الاكاونتات اللي هي بتتقفل وما بتشتغلش فمنلاحز ان احنا بيربع عندنا سبعين مشترك لسبعين مشترك او نازلوا بقى او بقى كام بقى تسعة وستين عشان نجيب المشتركين في الاول في البداية لازم اننا يبدأ نعمل في تفاعل عالقناة ازاي نعمل تفاعل عالقناة؟ المشتركين دول بيضع عن طريق ان احنا بندوع علي اي حد شغال في نفس المحتوى بتاعنا او ناس مبترقين قناة مبترقات زينا ونحن نتفعل معهم بكلامات بسيطة من غير كلامات مدرش طيق عندي، من غير الليم كده، من غير آنمية مببوع، من غير كلامة كله الحاجات دي كلها طبعا ممنوعة فتعليق بسيط بحيك عن أكلة بتاعتك الأكلة جميلة جدا أنا برضو أعمل وزارة متقربة لها أتمنى أن تتقول رأيك في الوصفة اللي عندي أو في الأكلة اللي عندي أو في الرحلة اللي عندي أو أي مجتوى اللي احنا بيقدمه بطريقة غير مباشرة بتدعي لزيادة القناة بتاعتك وفي الحالة اللي هو يفهم ان انت بتحاول ان انت تغسله ان انت محتاج دعمه هو يفشه ويدعمك وهتدعبه بعض وهتوصله زي منال نفس الطريقة اللي ان لسا الحديد دلوقتي شغال بها مش اقول لكم لا شغال بها ومعايا فريق صغير شغالين بها الحديد دلوقتي والحمد لله بتجيب نتيجة حلوة جدا يعني بتجيب نتيجة أحسن من الاعلانات الاعلانات هيجيب لي 1000 مشاهدة بالنسبة للاعلانات المدفوعة ومش هيجيبش مشتركين جاب لي في 1000 مشاهدة جاب لي تقريبا عشر مشتركين طبعا قليل جدا عمتا انا هقول لكم ازاي ان احنا هنكمل لو انت معكم سنة عشر افراد او خمسة في الحال دي هتبدأ تجمع لربعة تلاف ساعة الحالة التانية هو الافضل ان انت تشتريهم وعشان تشتريهم بالطريق مختصر وسهل جيد منه في ناس كتير في تبيع ساعات المشاهدة هو بيبيع لك ساعات المشاهدة بس ايه بيحط بيقود عندك كل كامل لفيديو مسلا ساعة ساعة ونص او ساعتين تمام بيحطوا على كزا اا متصفح عنده وبيفتحه من برده عن طريق برده جوجل او عن طريق اليوتوب بس طبعا متصفحة تانية ما هوش عن طريق القروم عشان ما يقدرش ان هو يعرف ان دول من اي بي واحد او كده فيبدأ ان هو يعد لك مشاهدات مثلا بيفتح الاوبرا بيفتح الموزيلا بيفتح اكتر من برنامج متصفح الى تونتيكسو بلور وبيشغل عليه وبيبدأ يعد لك الساعات في خلال 3 ايام 3 او 4 ايام بيجب لك الساعات لان هو مشغل عطول وبيزود سرعة الفيديو شوية فالفيديو بيعد بسرعة وبيهلب فبيجب الساعات بقى شواء مسلا يكون مسلا يشغل لك مسلا 20 ساعة في الساعة يعني 20 ساعة في الساعة يعني بسم الله بشاء الله المجموع مشتغل بسرعة اليوم او مشاهد مثلا ؟ في الاول انا منصحش ان انت ط require مشتركين على اطول مسيطش مشتركين على اطول عشان ان ان انت بس ѐندفاع على القناة مانش بس لست ادفاع على القناة لازم تعمل تفاعل على القناة لازم على الأقل لان المشتركين كل المشتركين اللي بقيهم مع مشتركين ميتين من على برامج كتير انا عملت بحس كتير على النت وعرفت البرامج كلها اللي بجير المشتركين البرامج بياتين برامج جاعد وعظة ان حتى بيخش اشترك عشان ياخد فلوس اي طريقه هو اخر المشتركين او كده او ياخد عملات من الموقع وكله نفس بنفس القرارين طبعا ما اقترك منوات الصغيرة والضعيفة لزحلتنا اللي بتعلوهم بامل وفي منهم طبعا مواقع كتير بتخدع وفي منهم مواقع اليوتيوب برقودة بس فيه مواقع معروفة عشان مواقع يعني اليوتيوب عارف ان احنا بيخش عليه وعارف ان احنا بنعمل الشهود عليها فشايفنا يعني وراضي وموافع مواش ما بيتكلمش في الحالة دي دي انت لازما تجي المشتركين بالتفاعل الشخص منك عشان الناس دي دي اللي هي دي ما تفعلها معاك وهتشتغل معاك وانا ميمفعش اروح اشتري اجيب مت الف مشترك وانا ممش عندي مدفع لخمسة وعشرين مشاهدة ولا ثلاثين مشاهدة تب ازاي؟ هي نسبة وتناسبة يا جماعة نسبة وتناسبة شكرا يقول لك ازاي دا؟ يعني حقيقة مش جيلة ببعضها فلازما عبر البقار اللي احنا لو شبنا القنوات المليونية اللي عليها اتنين مليون وخمسة مليون مشترك لما بنزل الفيديو في اربعة وعشرين ساعة الفيديو بيجيب له متنالف مشاهدة متفاق يعني الاتنين مليون ما بيخشهش الاتنين مليون ما بيخشهش انا كانوا عند الوقت ربعة تلاف ونص ساع بيخش لمنهم تلتمية مليون وخمسين ربعمية خمسمية بكتيره يعني نسبة وتناسب نسبة وتناسب فريقة الحالة بتانية ان احنا عشان نفعل القناة لازم الاول نجيب المشتركين على اقل تلتمية وانا بشغولنا وابتعبنا لازم نتعب لو متعبناش مش نجيب حالة ان احنا سوري نجيب لابعة تلاف ساعة نشتريهم وابعد كده نجيب المشتركين حقيين او اقل تلتمية مشترك حقيقي او متين اقل الحاجة متين وبعد كده نشترع لو نكمل عليهم عشان نفعل القناة ونبدأ لازم وعشان نبدأ يعني كله كل التعب كله في الاول اربعة تلاف ساعة والكلام ده كله ده انت لسه هتبتدي في اول التعب اليوتيوب كله تعب عاودت تشتغل يعني ثلاث سنين او اربع سنين شغل تاعب جاملة هتبتدي تبدأ تنجح او تبدأ ان انت توصل وعاوز صبر وكله هيحبط فيك من اقرب الاقربين الاصدقاء كله هيحبط فيك انت مفكر نفسك شيف انت مفكر نفسك عالم انت مفكر نفسك مش عارب بتعمل انت مفكر نفسك استاذ هو انت موفي مليون استي صغيرك ده فيه برامج ده فيه معلومات ده فيه ده فيه ده فيه اسعى ان انت تحقق هلافك اسعى ان انت تعمل ان انت يفسك فيه وربنا يوفقنا جميعا لكل اللي نتمنى ونرضى ويرضى لنا ونحملنا ان تكون استفادتم من فيديو ده برده والعزب هي معلومات عن اي حاجة اتوصل معايا عن طريق الارقام بالاعدة في لامحة وان شاء الله اتوصل معاها واقول له اي معلومات هو عاوز اعافها واستنونا الفيديو التالت وفي ازاي ان احنا نبدأ ندعم القناة بعد ما جبنا الساعات المشتركين وجبنا ايه جبنا المشتركين وجبنا الساعات ازاي احنا نبدأ ندعم القناة ونبدأ نرفعها ونبدأ واحدة واحدة نوصل بقناة بتاعتنا ان هي تبدأ تشاف ويبالها مكانة في اليوتيوب تابعنا كان معكم كابتن حسام في كينجشيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر